السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم الله بالخير يا قروب التايبان كل ما بسمع اليوم للفائدة وكصيانة للسلاح أو أي سلاح عندك موجود مثلا ما اليوم نشرح على اللي هو على التايبان عندي مثلا التايبان أنا سلاحي ذا خمسة ونص أبدأنا أشرح كيف ننظف السلاح بعد كل رماية ما بعد كل رماية بعد يعني خمسة شهور ستة شهور من الرماية المتواصلة الرماية المتواصلة يعني مثلا في الأسبوع رماية خمسة مرات مثلا رماية كثافة رماية رماية مستمرة يعني بد ستة شهور سبع شهور ثلاثة شهور يعني أبدأ أنظف سلاحي وارتبه سيئين أموره حتى يدوم معك عندنا نطمر السلامة فك الكاتم بعد ما تفك التأمية الحق تفك التأمية اللي هو نفس مسمار اللي هو تأمية حق مسمار السرعة يجيك هنا أنا والله فاك يعني قبل التجليد في جيك هنا مسمار هذا هو إن شاء الله أني أوضح هذا هو هذا مسمار التأمية أنك أنت تحل فيه حاجة بسيطة أنا حالة من قبل وتبدأ طمر السلامة تفك في عندك هنا اللي هو سنة تفك طمر السلامة بعدين تسحبه سحب بسيط لين يطلع من الصباطانة الرئيسية أبدأ إذا جيت أنا بنضيك مثلا اللي هو الصباطانة لابد يكون عندك بخاخ حق تنظيف الأسلحة ما هو اسيدلكو اسيدلكو تريد قطع الجلد عليكم يعدم السلحة فيه بخاخ بسوالله أني مهم موجود عندي يلان حنا كلنا نعرف العدة هذه حق التنظيف عندك دمر السلامة تكون ثانتين نحاسيات واحد تكون خشنة مرة واحد تكون ناعمة شيئا ما وعندك اللي هو مثل القطن أو مثل ذاكي طيب حنا دي جينا أنا بننظف عن طريقة النحاس عندك الطريقة هذه الآن أنا أبدأ أوزن قبل لا أننظف أبدأ أوزن هنا في جلدة إذا تقطعت الجلدة هذه أو أجاها أي خدش أو أي تجرحات رح تعدم عندك اللي هي الجلدة حقتها الصبطانة الربلة هذه لكن أنا إذا جيت مثلا بنظف رح أقيس المسافة هذه يعني قبل لوصل الربلة وراح أركب هنا تيب هنا تيب مشاء الله أني يكون واضح يكون هنا تيب بحيث أني أنا إذا دخلت الصيخ إلى هنا وخلاص أنا عرفتيش مقاسي وين مقاسي يوصل هنا خلاص ما وصلت الربلة ما وصلت الربلة خلاص أنا ننظف بعدين ننظف بالقطنيات هذه اللي هنا طيب بالنسبة ل اللي هو طمر السلام على الكاتب عندنا معروف آخر شي تفك أول شي تركب زي أنا مثلا مبتدع أنا أجي هنا هذا هو الكاتب الكاتب يجيك بالطريقة هذه عندك هذا اللي هو في بداية الكاتب نحن قلنا في البداية يكون فيه مسمارين مسمارين كبيرة ومسمارين صغيرة حق السرعة مسمارين كبيرة حق تيش حق الكاتب مسمارين صغيرة حق تسرعة مسمارة السرعة أنا أبدأ أفك هذه أحلها لين تنفك حطها بالترتيب حطها نفس الطريقة هذه يصير عندي الكاتب هذا هو المبوب أبدأ نيش أنزل الأغراض اللي داخل الكاتب بالطريقة هذه إلى آخر شي اللي هي هذه لنفس المحالة نفس المحالة شوف هون نفس المحالة أرجع أبدأ أنظف شوف الفرق هذه نظفت تو شوف كيف شوف الفرق بالنسبة لهذه هذه طمر السلام اللي هو الرائش أو وصخلي بعد الرماية أبدأ أنظف وأبدأ أرتب أموري خلصت نظفت أرجع أرتب من أول جديد أركب أول شي هذه داخل بعدين هذه هذه أغلق أرتب أموري أرتب سلاحي أرتب أموري كاملة هذه تكون صيانة دورية شرح مبسط للمبتدئ لا تروح مثلا تفك كل المكينة أو تفك ذاك تقول بنظف أو بسوي لا شغلات بسيطة جدا كصيانة دورية وإن شاء الله سنتعمق في الأمور السلاح التنظيف لكن نبدأ بالشيء الهيئ الشيء اليسر الشيء البسيط الشيء سهل شرحه وسهل استقبال للشباب يعني يحاول إذا فكيت أنت تقول القطع كثيرة لا بسيط الشغلة إذا عرفت الآلية راح تبدأ أنت خطوة آخر ينزل من الكاتم أرجعناه أول شيء أركبه علمي وسلامتكم شكرا